للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلة خليل ليلة تفاصيل أكثر حول هذه الاتصالات وهذه الجهود الفرنسية المستمرة للوصول لتأليف الحكومة في البلاد للأسف كل الأمور متوقفة الآن بها على الرغم من كل الاتصالات الكثيرة والكثيفة والتي تجرى على أعلى المستويات إن كان في الداخل اللبناني أم في الخارج حتى هذه الساعة كل الإيجابية التي حكي عنها قبل يوم أمس تبخرت الآن الأمور عالقة عند إصرار ثناء الشيعي الحصول على وزارة المالية وتسمية الشخص الذي من المفترض أن يتولى هذه الوزارة على الرغم من كل الجهود حتى أن المبادرة الفرنسية تم تمديدها لغاية يوم الأحد وقد نشهد تمديدا آخرا بحال لم يتم التوصل إلى أي شيء التمسك بهذه الحقيبة هو الآن سيد الموقف الجمود لا خرق في الاتصالات كل الاتصالات التي جرت لم تحدث أي خرق اتصالات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون برئيس الجمهورية وأيضا قيل أنه تحدث إلى الرئيس نبيه بري وأيضا اتصل بالرئيس السابق سعد الحريري كلها تأتي ضمن إطار الدفع بإنجاح المبادرة الفرنسية ولكن هل ستنجح هذه المبادرة الفرنسية على أي أساس ستنجح إذا ما كان سيتم فعلا أعطاء اليوم وزارة المال أو أن يسمي الثناء الشيعي وزارة المال ويحصل بطبيعة الحال على وزارة المال ألن يفتح هذا الأمر المجال أو الباب لأن تطلب كتل أخرى أن تسمي وزراءها وتحدد ما هي الحقائب التي تريدها وبالتالي نعود إلى ما يشبه بحكومة الرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كل هذه الأمور هي لازلت عالقة حتى هذه الساعة كل الأجواء تشير إلى أنه لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة ولقد فقط الاتصال معك بهاء شكرا على كل هذه المواطيات من بيروت مرسلة الغد ليلة خليد